صباح الخير اليوم الأربعاء 11.21 أكتوبر 2023 كيف رح تكون أبراجنا لليوم على زمة الفلك واليوم الأمر موجود ببرج العذراء الترابي وفي اتصال فلكي جيد بين الأمر والمشتري طبعا هذا الطالع الفلكي جيد جدا للأبراج الترابي اللي هي الثور والعذراء والجدي نبدأ مع الحمل هذا النهار ممكن يكون لأكتر ازدحاما على صعيد الأعمال والأمور المهنية وحتى كمان الأمور الصحية بس أنت اليوم قادر أنك تشوف الأمور بشكل منطقي أكتر وتاخد القرارات الصحيحة برج الثور اليوم في عندك نشاط بتشعر بنوع من التفاول طوالع الفلكية لهنهار بتوحي بالمزيد من الحظ والنجاح على الرغم من أنك هلأ عم تجتاز فترة من المضايقات المهنية والضغوطات الحياتية اللي هي عم تأثر أساسا على صحتك أو على معنويتك بس عموما اليوم أنت عم تتناسى كل هذا التعب وعم تقدر تحقق بعض المكاسب برج الجوزاء معاكسة الأمر لبرجك اليوم بتخليك ما كتير رضيان تماما عن أمورك الشخصية وكمان الأمور العائلية على الرغم من أنه هاي الفترة بالعموم وهذا الشهر بالعموم بيعدك بالأفضل بس اليوم بتكون ملتزم بعمل أو بروتين معين وبتنجح كمان بتحقيق نوع من التفاهم أو المصالحة مع أحد المقربين برج السرطان بتنجح مساعيك اليوم وبتتجنب الكتير من المواقف المزعجة أنت اليوم ناجح بمجال التواصل مع الآخرين عم تعرف كيف تعبر عن نفسك بشكل صحيح بس هاي الفترة عموما عم تعطي اهتمام أكتر لموضوع ممكن يكون عائلي أو شخصي أو بيتعلق بالمكان يلي بتنتمي لإله برج الأسد اليوم عم تنجح بتحقيق بعض الأهداف المالية والمهنية وكمان أنت عم تشوف الأمور بشكله المنطقي والمجرد بعيد عن المشاعر والعواطف بما أنه الزهرة والأمر اليوم موجودين بمنزلة الأعمال والمال فهذا الطالع الفلكي بدل على ربح ومكاسب ممتازة برج العذراء بتتخلص اليوم من تعب نفسي ومعنوي وصحي وبيحملك هذا النهار نوع من الشفاء أو انطلاقة جديدة بحياتك بتفتح صفحة جديدة وبتقوم ببعض المبادرات يلي بترجع الاتزان لحياتك عموما هذا النهار بيحمل لك هدية أو مكسب جيد أو على القليلة بيكون فيه سهولة بمعالجة موضوع كان شاغل لك بالك بالفترة الأخيرة برج الميزان بتعالج اليوم بعض المواضيع الشخصية وبتحل بعض المسائل العالقة من زمن الأمر بمنزلتك لـ 12 بيعني أنه يمكن ما تكون بكامل طاقتك اليوم وهذا شيء جيد لإلك لحتى ترجع تستجمع قوتك ونشاطك برج العقرب بتستفيد من يوم جيد عموما بتتاح لإلك من خلاله فرصة لحتى تتعافى أو تتحسن من بعض التطورات والتأثيرات اللي صارت معك مؤخرا هذا النهار بيحمل التواصل جيد مع الآخرين والتفاهم والانسجام وكمان رح يكون فيه نسبة جيدة أن الحظ تستفيد منه برج القوس على الرغم من أنه الأمر معاكس لإلك اليوم إلا أنك رح تكون قادر على إنجاز شيء مهم أو تخلص من مسؤوليات وأعباء تعابتك كتير اليوم أنت عم تلاحظ كل شيء بدقة وعم تعالج كل المواضيع بحرفية عالية برج الجدي أنت كمان من أبراج ترابية المحزوزة اليوم رح تعرف فرصة لتنمية أعمالك ومشاريعك ممكن تتاح لإلك كمان اليوم فرصة لأنك توصل لمكانة عالية أو تتفوق على أحد المنافسين يومك جيد والطوالع الفلكية بالدل على نجاح وممكن يكون فيه سفر أو انتقال لموقع أفضل برج الدلو عم تنشغل ببعض التفاصيل الأديمة بس عم توصل لحلول وعم تعرف كيف تسكر الباب على الماضي اليوم عم تهتم بتحضير لمشروع جديد أو عمل مهم بدك تقوم فيه بالأيومين القادمين برج الحوت عم تختم مرحلة من الصعوبات وعم تعرف نهار ممتاز لحتى تسترجع شعبيتك ونشاطك الاجتماعي اليوم أنت قدام لقاء مهم أو بيكون فيه تواصل ونقاشات وهي التواصل والنقاشات كل آياتها بتكون سبب أو طريق نحو آفاق جديدة بحياتك نختم مع مولود اليوم هو من موليد برج الميزان بيتفوق على الآخرين بكلامه وأسلوبه اللبق بيعرف كيف يتعامل مع الجميع كل واحد بحسب طريقته وصفاته هو عموما مولود ديبلوماسي وبحب التجمعات واللقاءات الاجتماعية موسيقى